ملازم أرجان حاضر سيدي المفروض يكون في ضوء أو شيء أكبر انتبه منيح وتفقد الرجال بالجهاز كمان ها بيش يزيكون هذا كمين ألم سيدي مين معي؟ خليني أحكي مع قادة ولش مين انت؟ سيدي هذا هو الإرهابي أحكي شو ما رح تسألني عن اسمي؟ هاد أنا بإعرام سابو شو عمي أولاد؟ سيدي النقيب في شي هون سيدي النقيب لازم تيجي تشوف سرعة بتمنى تعش بك الأدية الصغيرة بتوقع ما رح تقدر تنساها ابنه تعال نحكي وش لوش قل لي شو عمي سيدي؟ وهون في واحد تاني يلا نصر لازم سكي بصة تب نصرك استنى سيدي ليش شو صايا؟ سيدي لا تقرر بعد منوشي أرجان؟ لا سيدي شو أصدق يعني بعد هيك قلت لك لا سيدي أرجان أرجان اتحرق بترشاك خليني يمرو خلصني بقى بترشاك سيدي تركني بعد ترجمة نانسي قنقر 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 هل أنت مخ espiritualي؟ أنت مخ fa throws. أنت مخافة لسهولي. أنت مخافة لسهولي. اشتركوا في القناة 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 مع الأسف الملازم أول تونجاي كران ليك استشهد لا ابني ابني حقيقي راح تونجاي يا عيون أمك إنتي أخي يا تونجاي أولم أولم تركوني تركوني أولم أولم كيف ماتبني كيف قتلوا حضرة الضابط إلي صار اشتباك بنص الليل شمال العراق ومع الأسف أخي روح قلبي كيف عملوا فيك إيك بني كلا دا اللهم دا نبوصوا راح تلاقوا اللي عمل فيه هيك مظبوط بني كلا دا راح تلاقوا اللي عمله وتحطه تحت لتراب قل لي إنه راح تقلبوا حياته اللي جنم حضرة الضابط قل لي إنه راح ترموا اللي عملوا بابني هيك لألك لأب قل لي إنه دم اللي قتلوا لابني راح يسقي أرض تركية ورح تنتقم منه ما داك ليهم هشي دمتون جاي ما حيرو حدر تصلت بأخو تصلت بأخو النقيب كراليك باتور كراليك بيكون أخو تصنو فيه كمان ابني باتور هو راح ياخد بتار أخو أكيد هو راح ياخد بتار أخو بابا بابا تصنب باتور بترجعك بابا بترجعك لا إلي باتور هلأ للؤمو قال له لي أزرعة أخو craق ýchهよ اههههههه إله ما يسامح اللي قتلوا طون جاي ويخلي أمو تبتizada من جان الله بابا إله Wedi لا تصل في بابا ساعدوه خدوه لجوه ما في نبط جيبوه النقالة رح بلش بالاسعافات الاولية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة اداعش اثناث ثلاثة عشر ما في نبط رح كمر لكان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة اداعش تنعاش تلاتة عشر اربعة عشر ثلاثة 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 عشر لعك الله يلعنك ما رح تحكي كأنه شو رأياك الكهرباء الكهرباء بتخليها تحكي أول بقلك شغلة هنفكر قطع لها حنجرتها لا لعنا أوامر نخليها عايشة طلعوا استنوا قدام الباب جماعتك بدون تأكدوا إنك لساتك عايشة بس من سوق حظك الجنرال تبعك دائما بيقول نفس الحكي ما حنتفعوك مع الإرهابيين الإرهابيين لك تعرفي إنه نحن في عنا دبابات مين مفكرين حالكم بالله؟ بس أنا ما بتفرق معي ما بيهمني شي بالمرة بنناقص من ضابط تركي أنا عم اسمع أنا قلت اللي عندي سياسة الجنرال عندها طايمة بخمسين رفيق إلنا بالسجون التركية إذا بتطالعونه بتسلمون إلنا بأسرع وقت فيك تأخذ الضابط بدي أحكي مع ضابطنا بالأول وفوراً هلا ما عجبتني نبرد صوتك يا جنرال وطبعا فيك تشوفها كمان إذا بدك بدي أتأكد إنه رسعت عايشة بتورجيني إياها فوراً وبها اللحظة هو رح أضطر سكي للخط هاي الضابط تبعك طامنيني أنت منيحا أنا بخير سيدي عامي التومرس نحن ناطرينك هون تعي على أنقرة بأسرع وقت وهذا أمر حاضر سيدي الجنرال لك يا وسخين عم تتمسخروا عليه عاربي إلا تعي على أنقرة شوف هالمرة شوف لك هي حتى على الحمام ما فيها تروح إذا ما سمحت الله الله يلعنكم أنتو مين ينفكرين حالكن تعرفي إنه فرستك بتطلع من هون صفر تعرفي شو؟ الجنرال ما رح يوافق على شروطي ما هيك عن فكر كيفيني استغلك بطريقة تانية تعرفي نحن معنا فرصة كتير لنعمل علاقات بالمرة مع النسوان وأنت يا حاضر في الضابط والشيك كتير حلو تاخذي الحال وإذا عرضت علي مرة رح يكون في عواقب للموضوع بس من سوء حصك أنت رح تواجه هاي العواقب شو عمصري؟ أنت شو رأيه؟ بلاش يخبس مع المرة هلأ أقوب ما أنا أقلي اشتركوا في القناة شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رائعين أو ت Anime شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رأيك رأيك نبطلع他們 شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رأيك نبطلع عليهم؟ شو رأيك نبطلعا شو رأيك نبطلع unemployment 出إجعارات أالبي 재밌ره ل ف miedo؟ أهلي أنتم مرس سيدي الجنرال أنا صارت حرة فيك تعطيني إحداثياتك ولوين بدك تروحي كمان حدديننا النظر مستحيل بهاي الظروف رجلي ما لمنيحة أبدا وما فيني روح لبعيد في مكان واحد فيك تاخدني منه حدديلي المكان هذا المكان سيدي رح أترك الإشارة مفتوحة أنتو رصدوه وفيكن تاخدوني منهون ماشي تمرس أبظن أنو في عاج أحاوليكي هلأ لازم نوات شو رح تعملي معك هؤلاء هنال مشغولين سيدي الجنرال بس الوقت مو كتير طويل فهمت عليكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وين كنتو؟ لقوا هاي المرة سمعوني دوروا بكل مكان سرع سرع فوراً بتقلبوا عليها الأرض عم تفهموا؟ بديت لأوه هلأ بدي إياها عايشة استعجلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر مورة ترجمة نانسي قرار وخبر سرع عن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 منتاز يلا بسرعة سيدي النقيب نحن تقريبا نبعد عن الهدف ساعتين او ثلاث وتضاريس المنطقة رملية وصخرية تمام روحوا استعدوا هلا حاضر السيدي سيدي سرعة كله تمام سيدي مجموعة تشكيل البعثرة بهدوء حزر نفزوه كم ولد هدول؟ شي عشرين واحد عشرين؟ خمسمية على كل ولد؟ عشر تلاف دولار حلوين بيوم واحد شو صغير؟ شو هدولاك؟ الطريق ما طوع مين اللي حطها الصخر بنص الطريق؟ شو صغير ما تحب بينشي ليون؟ لا لا استنى شوي بجوز هذا فخ تغيارت الخطة امشي من الطريق التاني يلا تحرك موسيقى بسيطا أنا ومجمواتي بانتظاركن شو هاد أولاد؟ لك شو عم يصير؟ انزلوا من السيارة أومي إذا بيأربع الأولاد أوصية حاضر سيدي النقيد علم قناصة أربعة هذا الزعيم تابعون بدي أعايش تحت أمرك سيدي النقيب هكذا بارتاكولان او مولا اهدوا حبيباتي اهدوا هيك لكان انتوا اللي فجرتوا الجبل ما لا الزكي معنا كليل ابنو طيب انتوا لمين تابعين أنا اللي بسأل هونه لك بس هلأ بدنا نروح على غير مكان يلا سنة يا حضرة الضابط فينا نتفق ايك أنا معي مصاري كتير وبعرف ناس كتير كمان سكوت ولا تكتير حكي ولاك حضرة الضابط فكر منيح رح تصير غني كتير قوم بالواجه يلا طمانولي على الولاد خد موسيقى معقول هذول 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 موهنن لكي هذول موسيقى 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 كأنه هذا الجيش؟ إيه، هذا الجيش الحمد لله، الحمد لله الحمد لله، الحمد لله أنتو أنتو الأتراك، مو؟ هم هاي شو وضعكم هلا؟ رجال زياد سامير يجوا مبارح وقتلوا رجالنا الله لا يوفقهم شو عملوا فينا واخذوا أولادنا من أمهاتهم زياد سامير وكان زلو لك أماي هذا زياد سامير؟ هذا هو يا إدن الحرام هذا هو ركعو لك نزلو لك لا تألاء عمل لولا دماء ترجمة نانسي قنقر شو لكم شغل مع هدول الأولاد؟ كانوا أخذينهم على مكان في شي فضيع هناك يا سيدي عادات غريبة كتير وبيعلموا الأولاد الرأس هناك وبيبيعوا وبيشتروا فيهم وبيجبروا لنرأسوا بالمرأس وبيعتدوا عليهم كمان وبيتجارة أولاده فهمة كفاية يا سيدي مشان هيك أخذوا أولادنا بحياتهم ما شافوه مع الصف الهلد كان في نظرة كره بعيونه اللي بيشوف عيون النقيب كرنليك بيشكر الله أنه مو من هدول الرجال ارجان نعم سيدي جبلي شوي تقماش بس من شان شو سيدي؟ شبهك؟ شو انت رشت أرجان؟ إذ دلك؟ جبلي اقماش؟ تحت أمرك سيدي تحت أمرك سيدي لا 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 .. شوف أنا بشتغل مع الأمريكان و بشتغل مع الروس والصينيين كلامك و صباتي سوا هرباط الشال معي مصاري كتير متل ما قلت لك بعطيك قد ما بدك قولك أنا بس أتلك هرباط الشال بطربطه ربطه الله يخليك ملاها سيدي النقيب، لا تعمل فيني هيك أبداً هز اللي خسرك ملاها، قديش بدك معي مصاري، بترجاك لا تعملها حضرة النقيب أبو سعيدك، سمعني حضرة النقيب، أنا بفيدك كثير لأنه، لأنه أنا عندي معارف، شو بدك بعطيك؟ لا تخليني أعمل هيك، لا تعملها، لا تعملها، لا تخليني أعمل هيك وبيجبروهم يرقصوا بالمرائس، وبيعتدوا عليهم كمان وبتجارة أولاده فهمها كفاية يا سيدي، وشان هيك أخذ أولادنا حضرة النقيب، لا تخليني أعمل هيك، لا تخليني أرقص، بترجاك لا تخليني أرقص حضرة النقيب، بترجاك بوس إيدك، فكر بالموضوع، حضرة النقيب راح أعطيك مصاري أنت ما بدك، بس فكر بالموضوع، لا تخليني أعملها لا تخليني أعمل هيك، لا تعمل فيني هيك، بترجاك، فكر بالموضوع من اليوم رايح ما عاد في حدا رح يتجرى يرمي ولادنا بوردة طيمون اشتركوا في القناة